السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم ايهاب الصرفاندي من قناة ايهاب تيفيكي في حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين واليوم بدنا نيجي نشوف مع بعض نزلت 12.5 مع اندرويد طبعا 11 على جهاز ريدمي نوت 8 هذا الجهاز بدنا نشوف المواصفات اللي في داخل هذا التحديث الجديد ال 12.5 وناخد نظرة هي كأولى بخصوص هذا الموضوع وكل حاجة بخصوص التحديث الجديد لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد وخلينا الان نبدأ ونشوف كيف هذا التحديث واش هي مواصفاته الى الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم هاي اول اشي التحديث زي ما انتو شايفين اللي هو 12.5.1 وهانا الجديد اللي هو هاده مواصفات التحديث اللي هو لما بيجي 12 ونصبكم كتبين المواصفات وهي جهازنا ريدمي نوت 8 واربعة وسيلوه تقريبا هاده الجهاز اللي هو اربعة رام على اربعة وستين تمام نشوف ايش المواصفات اللي جديد انضافت على الجهاز المواصفات الجديدة اللي انضافت لو جينا على مركز التحكم مركز التحكم هاي زي ما انتو شايفين مركز التحكم صار لونه لون اللي هو بلور لون شفاف بدل اللون الرمادي اللي مش حلو صار الان بعد تحديث 12.5 اصبح كذلك وهي هانا اللي هو الاشعارات نفس الاشي وهانا التنقل بين الاشعارات وبين مركز التحكم بالطريقة هادي هادي اللي هو ال 12.5 واجهة ال 12.5 زي هيك وعننا الاضاءة اللي تحت بتظلها سابتة ما بتنزل لما انت تحرك له مركز التحكم هذا اول اشي تاني اشي في عندنا بخصوص التحديث الجديد الخط اللي تحت السفلي موجود زي ما انتو شايفين الخط السفلي هذا موجود هذا الخط السفلي ممكن تتحكم فيه ممكن انت تخليه او وجينا هنا على السيسينفكيشن وهانا اللي هو ملء الشاشة وهانا الازرار هذا الخط اللي عندك هنا انت ممكن تشيله من هذه الطريقة او تخليه زي ما انت بدك طبعا الجهاز اي ما انتو شايفين الجهاز لغ Tutaj biologicals was in but hal three based on this ten proprietary اللي هو نزل اول اشي حتى الان نزل على اللي هو نسخة واحدة وهي النسخة الرسمية الصينية ونسخة هذه اول اشي دائما بنزل عليها التحديثات اولا باول اول اشي بعدين بنزل على النسخة العالمية. خلينا الان نيجي نشوف اشي كمان اشي اخر. لو جينا على الولبيبر. الولبيبر اللي انضافه عندنا جداد. انضافه هاي هم وين هم? فيه هنا والبيبر جداد اللي انضافه. هاي هم اتنين اربعة. اتنين اربعة ستة. سبعة والبيبر جداد. هذول انضافه للجهاز بعد تحديس اتناعش ونص. لو خلينا نيجي نشوف كمان اللي هو خيارات اللي هو انت ممكن تفتح التطبيقات في الخلفية. ممكن تفتحها بشكل اللي هو افقي او بشكل رأسي. انه هنا فتح التطبيقات في الخلفية. بتيجي هذا بشكل اللي هو زي ما انتم شايفين بشكل اللي هو زي هيك الشكل اللي بسموه هذا الشكل الرأسي. او ممكن تخليها انت بالشكل الاخر اللي هو الشكل الافقي. وانا بفضل ان يكون الشكل الافقي احلى من الشكل هايو الشكل هذا احلى من الشكل الرأسي. لو يجرينا ازرار الفوليوم الصوت يجرينا ان هنا هي في عنا الطريقة هذي الموجودة اللي احنا عارفينها اللي هي هذي اللي هو اللون هم اللي هو اللون الابيض بدل اللون اللي قبل كان لونه ازرق صار لونه ابيض وهنا ممكن تعمل صامت وهنا ممكن تعمل التوقيت وهذه ميزة حلوة كتير كتير ممكن تخلي مثلا نصف ساعة بعد نصف ساعة يصير بدلا ما هو صامت يصير مش صامت بعد ساعة معك العين تمن ساعات وهنا نفس الاشي الاشعارات والرسائل الاشعارات هنا والرسائل والرنين ممكن تخليه كمان لعن ايضا تمن ساعات فانت ممكن هان تعمل صامت بعدد معين من الساعات او تتحكم فيه زي ما انت عايز فهذه حركة حلوة كتير كتير في هذا التحديس عجبتني كتير في تحديس لتناعش انص لو جينا هنا على الاعدادات وبعد الاعدادات جينا على الابلكيشن وبعد الملكيشن في عناها طبعا موجود اللي هو قفل التطبيقات وموجود عندنا هنا التطبيقات المزدوجة وموجود عندنا هنا اللي هو ايش كمان هنا في هذا التطبيقات في هنا اللي هو اختصارات التطبيقات ممكن اختصارات هذه تشيلها ممكن تشيل التطبيق البدكية من الشاشة الرئيسية اللي هنا تشيله ايقونة تبعته تنشال من الشاشة الرئيسية وهذه انضافة للتحديس الجديد لتناعش مص. وبالنسبة للسكرينشوت. الصوت بتلاحز انه الصوت تغير. تمام? فهنا بالنسبة للسكرينشوت تقدر تعمل سكرينشوت. نعمل رجوع هنا. نعمل تاني. تمام تمام. اللي هو تمرير. بشغال ما في مشكلة والامور تمام تمام. التحديث كامل تقريبا كل حاجة. فيه كمان فيه عندنا اللي هو غير التطبيقات المزدوجة. الواجهة الثانية موجودة. والنوافذ المنبثقة ايضا موجودة في التحديث ما راحت. يعني التحديث كامل متكامل. فيه هنا اللحظت حاجة حلوة كتير كتير. في التحديث هذا الجديد يعني الواي فاي اسرع. مسك الشبكة في الواي فاي اسرع من سابق. لو جينا على الشبكة انا فاتح هنا الشبكة. وجيت هنا طلع هنا فيه كلمة الواي فاي. هنا فيه اشارة الواي فاي. وهنا اسم الشبكة. هنا طفيت الواي فاي. الان بدي اشغل الواي فاي وشوف الواي فاي يصل كيف بسرعة جدا جدا. طلع معي هنا فوق شبك واي فاي. فهنا يعني مع التحديث هذا الجديد الواي فاي انا لاحظت على ملاحظة هذا انه اسرع من التحديث اللي قبله. بالنسبة لفتح التطبيقات. الصحية فتح التطبيقات رائع جدا. فتح تطبيقات يعني ما فيش تعليق في الجهاز زي ما انت شايف الجهاز بفتح كل التطبيقات فيش اي اي حاجة اي مشكل اي اشي ما لاحظت يعني اي حاجة بخصوص فتح وتسكير التطبيقات بالعكس انه اسلس من السابق وبيفرق معي عن التحديس اللي قبله الصحيح التحديس هانا عرض منه التمانية ممتاز جدا وان شاء الله هيعجبكو لما يصل لكو التحديس تمام تمام يعني التحديس تقدر تقول تحديس حلو والانيميشن زي ما انتو شايفين هاي موجود انيميشن حلو كتير كتير وموجود الانيميشن في اللي هو اه هذا السيكوريتي اللي هو تطبيق هذا اللي هو تطبيق الحماية هاي زي ما انتو شايفين هاي تحسين هاي بيعمل اللي هو هاي جايبين شايفين كيف والبطارية فرقت معاي يعني جهاز اللي تقريبا معي من مبارح شغال تقريبا البطارية تقريبا فرجت معي حوالي يعني نقول 15% يعني أفضل من السابق فهي يعني منقدر نقول إنه هذا التحديث تحديثي كويس التحديث هذا يعني إيش المواصفات اللي أنا وجدك إياها وخلينا كمان نكمل في المواصفات اللي بدنا نذكرها بإذن الله لو لوحظنا على فتح التطبيقات في الخلفية فتح التطبيقات في الخلفية سالس جدا فيش في أي تعليق ولا في أي حاجة لو جدنا أي تطبيق فتحنا وصكرنا ما في مشكلة في فتح التطبيقات في الخلفية لو جينا ضغطنا على أي تطبيق في الخلفية هنا مثلا ضغطت عليه ضغطة طويلة زي هيك مثلا هي ضغطة طويلة هتدخل على التطبيق نفسه مش هيجيك اللي هو الدوائر الأربعة أو التلات دوائر اللي كانوا موجودين هتدخل على التطبيق وتدخل في التطبيق وتعمل اللي بدك إياه من إعدادات أي تطبيق والتطبيق اللي بتضغط عليه بالنسبة للتنقل بين التطبيقات التنقل هذا بين التطبيقات انت ممكن تفعله وممكن توقفه فبالتالي التنقل بين التطبيقات ممكن احنا نفعله هذا هيك عنده مفاعل انا اذا انت عندك مش مفاعل ممكن تفعله وتخش على الاعدادات وعلى display وتخش هنا على اللي هو اللي هو روتيت سكرين اللي هو انت هيك هتفعله او توقفه سيما انت عايز فبالتالي هذه الطريقة حلوة كتير كتير خليني نشوف الشحن تم صوت الشحن اتغير زي ما انتوا شايفين لو جينا هنا على قفل الشاشة بلاحظ انه هنا فيه بالنسبة للساعة بلاحظ انه في عندك خيارات هاي خيار اول خيار التاني الساعة بتخط على الشمال بتحطها في النص بتحطها تحت هي والتاريخ وممكن تحط التوقيع انا هنا حطيت ايهاب تيفي بتقدر تحط التوقيع هنا تكتبه ايش ما بدك توقيع تكتبه وتحطه بيصد عندك بيطلع في شاشة اللي هو القفل يعني اغطنا هيك وهيك هاي موجود في شاشة القفل وهذا الشيء رائع وحلو اعجاب موجوده كان في التحديس السابق وهي موجود في التحديس هذا بالنسبة لصوت القفل اتغير طبعا صوت القفل اتغير احلى اشي يعني في التحديس هذا اللي هو المركز الاشعارات ومركز التحكم اصبح شفاف السلاسل الموجود في الجهاز البطارية افضل من الاول وان شاء الله لنا تجربة اكبر من هذه التجربة هذه طبعا نظرة اولى هيكون في عدة نظرات اخرى في فيديوهات اخرى لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد والى اللقاء في فيديو تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاة الله وبركاته